يا استاذ انا بقول لك انا انقل سمعني بس انا بقول لك انا نقلت على القناة بطيش كانوه خاصة من اصرها لاني قول لاني قول ارادت تساعد وقال تساعد 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 يا سيد محمد على حالة او باول حالة حالة يا سيد محمد ان السيد محمد يلز اقدر عن قناة وحقيقي فاتش مصدر ان معلومات انها تقطر او اه يعني ايه نقول معلومة من هنا يا سيد محمد يا سيد محمد يا سيد محمد يا جماعة يعني لوrió مشادي نعم فتبات يا انا من سويس ومن الاقلاد يا سيد تشرفي يا سيد يا سيد لا سمحت اللات والزم عندما سهرب يا عساد سمع يا عساد سمع لو سمحت تسمعوني هل هل احد منا يقبل ان ضابط شرطة او اهل ضابط الشرطة يتوجه الى المجنع احد المجنع اهل المجنع عليهم ويرهب او يرغب علشان يروح يغير اخوانهم حد من حضراتكو يرضى هذا. لا. خلاص كده خلاص احنا بقى سواه بقى. سواه بقى. مش معقولة يعني. مش معقولة كده. مش معقولة كده. هناك اتفاقات غنيا. لا. انا نتحصل دائم. يا ريكة يسمع ليك يا وساسع. وانا لدي فورديان. مؤتمر. نعرف يا مؤتمر. هندي فورش من الجميع عليك يا لازم. وانا عرضوا ليس. هندي فورش من الجميع. وانا لدي الجميع. صحك. صحك. احنا نحن محبا في الهندة اهالي شهده من بغدلة ومش عادها تروح فيها والله خصم الملاي يا سيد محمد اهالي شهده اللي اتمسكوا بالعجوزة سيدنا عندها اكتر من خمسة وستين سنة في كاتبان مدارة والله العظيم تلات زباط مسكوها بغدلوها وضربوها النار وامتصر بها عشان نروح النار للعمل لها مش عبا تعملي بلان عندي هنا قاتل يا سامي الزباط وروح اعملي مهضة في الميابة العسكرية. فأهالي شهده من مهدلين. ده بقى دورنا خلاص انه قوى المجلس اتحامل والنقيب اتشار. دورنا احنا. الناس عامل فينا احنا بقى احساس شعر. نعمل بيان من اجنة القريات ان الكلام اللي بيحصل ده غير شرعي. ده اتساق للارض مش قاتل عامل. يا ريتو النبي صنحان. صح براسل. احنا متفقين جميع علينا. لكن احنا كنا بنتكلم على ان هذه القرارات. قرارات اخلاء السبيل. مخلفة كلياتا للدسول. يعني الاعلان الدسولي المادة تمانية اللي نقل على المادة واحد واربعين زي ما انا قل. نقل ان تمديد الحبس راجع الى صيانة امن المجتمع. يعني لو ان هيبقى فيه تخريب لامن المجتمع. يبقى يا قاضي خل المتهم محبوس. اللي حصل ايه بقى هل هم مكنوش متوقعين. وهو بيدي قرار الافراد ان اهل المتظاهرين هيقوموا بمزاهرة. وهيغضبوا. ده مسألة في منتهم فطورة. الا اذا كان هناك فعلا هذا الاتفاق التدريجي. نخلي سبيل دول. وبعدين في شهر تمانية نخلي سبيل المجموعة اللي بعديها. ويبقى كل المتهمين برا ويروحوا يضغطوا على اهالي الشهداء والضعايا والمصابين. ويبقى القضاء بتاعنا هيعمل ايه? مع انت جد غيرت اخوالك. وقلت اني ده ما اضربش. يبقى حكم البراءة هو الواجه. ويرفع الان ايه تغيرت اصدر كل حالة. احنا عايزين. احنا احنا كلجنة حريات. بغض النظر عن المجلس وحلم كله. احنا لجنة الحريات سوف تستمر في عملها كلجنة حريات في نقابة الحلم. هذه اللجنة عليها دور كبير. وعليها دور اساسي في تفعيل واعادة تأجيج الثورة. وانا بقول اعادة تأجيج الثورة لان اللي حاصل الرد الفعل هو هدي. احنا مش عايزين بقى يبقى فعل ورد فعل. لا احنا عايزين استمرار. وان المجلس الاعلى القوات المسلحة. ما اصدرش مرسوم بقانون. بانشاء محاكم خاصة. لاننا مستغرب حبيب العدل ورفاقه يبقى رول من ضمن ثلاثين جناية ينظرها عهد الجمعة. اي ده? ما انا بقول انا الاطراف كلها الاطراف كلها مدانة. ولذلك احنا يوم الجمعة لابد ان يكون هناك تصعيد ويبقى التصعيد من لجنة الحريات الى باقي اللجان والمشاركين في الميدان. علشان بس ما ينقلبش الوضع هناك. لان الناس هناك ممكن تغلب قضية الحصول والانتخابات اولا وتنسى وتنسى الهم الاساسي وهو هم هذه المحاكمات اللي هو مطلب فعلا. يعني انا قابلت كتير من اهالي الضحايا ولا اجب اجابة عندهم سوى الدم بالدم. وهذا هو القصاص الحقيقي وعلى فكرة يعني اي ثورة وانتوا اعلم مني بالله انا هقوله. الثورة بتاعتما كان المفروض هي اللي تنشئ محاكم صور. واللي قالوا القضاء المنصف والعادل والحواديث والقصص كل دا كان كلام. محمد ابوهايب الوضع القضية بتاعت البسة البشر. اه. بيقول لها المحبوكة احكمة القضاء الاداء عشان نتسبها جلسة. اه. هي بتاعت قضاء نتسبها.